موسيقى موسيقى السلام عليكم في هذه الحلقة الثانية سأريك أفضل البروكرز الذي يمكنك أن تفتح فيها حسابك موسيقى وكل البروكرز يمكنك أن تفتح فيها خمس فسابات أخرى كي ستتذاود فيها سنشرح كل هذه الأشياء الآن في هذه الحلقة الثانية نعطيها وقت بعدها نعطي الأشياء الأخرى نقوم بتفريقها لكي يكون كل شيء واضح في هذه الحلقة الآن سأريك طريقة تسجيل والتفعيل تابع على بركة الله سنقوم الآن بتسجيل في موقع لنبدأ العمل الخاص بنا هذا الشرح فهوين طبيق على جميع المواقع الأخرى نفس الطريقة تسجيل تفعيل لديه نفس الطريقة في الحلقة المقبلة سنشرح حول طريقة تفعيل فتح الحساب تفعيله كل شيء سنقوم بشرحه في هذا الكورس حسنا بعد الدخول نضع هنا الدولة التي تقطن فيها أنا المغرب مروكو حسنا ثم نضع الإيميل الخاص بنا إيميل الخاص بك هذا الإيميل يجب أن تتذكره والإيميل يجب أن تكون تعمل به دائما حتى لا قدر الله تم نسيان أو فقدان الإيميل الخاص بك تقوم باسترجاعه بسهولة هنا كلمة المرور كلمة المرور يجب أن تكون من 8 أرقام إلى 15 رقم ويجب أن يكون أيضا حروف الحرف الأول يجب أن يكون كبير لا يجب أن يكون كبير مثلا يحيى يكون هكذا يحيى بعدها أرقام جيدة أنت كل شيء هنا أخضر إنك إذا وضعت هنا إغريك صغيرة فلن يقبل معك يقول لك أنه يعني غير مقبول هذا الباسورد فهنا في الأول تضع إغريك كبيرة يعني فقط أي رقم أنت تريد أو أي حرف عفوا أوكي جيد بعدها هكذا ندخل مباشرة نضع هنا الباسورد لكي أن يكون كل شيء صحيح مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كي جيد بعدها continue توافق على الشروط قامت الحال فأنا أنت سجلت فقط أنا الآن أريكم يعني لا يحق لي أن أقوم بفتح هسابين في نفس الحاسوب هذا فقط يعني أشرح لكم طريقة يعني فتح الحساب وكيفية تشعيله أوكي هنا يقول لك ديمو يعطيك يعني عشرة ألاف دولار فقط للتجربة يعني تبيع تشريت تعرف السوق كيفية تتم طريقة البيع كيفية تتم لكن إن شاء الله سأشرح لك أنا كل شي فأنت أرد يجب أن تقوم بتغطي على ريال أكاونت أوكي جيد هنا في ريال أكاونت بعدها يطلب منك التفعيل أوكي ساند ماي كود لكي يتم إرساله في هذا الإيميل الذي قمنا بوضعه في الحال سوف يصلنا الكود و سوف نضعه الكود سوف يصلنا على الهاتف لهذا أنا سأدخل إلى الجيميل على الهاتف وسأجد كود هذا الكود سأقوم بوضعه نعم جيدا أنا توصلت بالكود خاص بالإكسنس 025678 بعدها continue أوكي هنا يقول لك أعطيني رقم الهاتف طب الحال تعطيه رقم الهاتف الخاص بك و عندما استقوم بعمل أي إداع أو سحب يطلب منك هذا الرقم يعني و ستصلك رسالة على الاسميلس لكي يتأكد أنك أنت من قمت بهذه العملية لهذا يجب أن يكون الرقم الصحيح إخواني الكرام بعدها أربعة خمسة أربعة خمسة هذا الرقم يعني خاص به وأيضا الرقم التجريبي فقط و أعطيني بعدها أعطيني كود و سوف أتوصل بـ SMS الهاتف جيد توصلت به بعد 6.4.4.22.8 تبقى جيد هنا في الفرس نايم واللست نايم يجب أن يكون أسماء حقيقيين لماذا؟ لأنه بعدها سيتم طلب لنا وفي الحقيق يجب أن يكون كل شيء صحيح اسم، النسب، العنوان، طاريخ كل هذا يجب أن يكون صحيح نسب العنوان وطاريخ الازدياد جيد الآن كل شيء جيد تم تفعيل الاميل رقم الهاتف وانفرميشن بيرسونير يعني الأشياء الشخصية قمنا بكتابتها ويجب أن تكون صحيحة كما قلت الآن فهو يقول لي كان الفين دولار يعني أنا يمكن أن أقوم في حدود يعني الفين دولار لماذا؟ لأن لم أقوم بتفعيل حساب طبعا الحال سأقوم بإدخال أي مبلغ أرد لكن الآن يعني المكسيمو الفين دولار ويعني نحن سقط سنو ندخل المبلغ مئتين دولار ثلاثمائة دولار يعني أشياء بسيطة وليس كهذا المبلغ تفعيل فهو مهم يعني ليس أنك تقوم فقط لا يمكن أن أقوم بتفعيله يعني خلاص يعني ألفين دولار سأقوم بإدخال ألف دولار وأعمل بها لا يأخذ تفعيل مهم جدا لأنه تفعيل يعني يعطيك الأمان أن حسابك كل شيء على ما يرام وكل شيء جيد يمكنك السحب في أي وقت تريد إلى غير ذلك أوكي بعدها هنا complete verification يعني وسيأتي وقت خاص بالسحب والإداء يعني الإداء والسحب سنقوم بشرحي طبيعة الحال بالتفاصيل هنا يعني فقط لا مشكل هنا أن تضع يعني أنك تقرأ إلى غير ذلك يعني أنك تتعلم تتعلم بنفسك هل لديك خبرة في التداول تضع يعني هكذا يعني لا مشكل انفيسمنت موردين عشرون ألف دولار هكذا جيد وانا يقول لك يعني مصدر أموالك من أين تأثي يعني يقول يعني الضخر إلى غير ذلك هذا لا مشكل هذا فقط يعني كاستبيان يريد أن يعرفك بعدها continue جيد الآن هنا وصلنا إلى شيء مهم جدا بعدها هنا نقوم بالتغط على upload document جيد بعدها هنا نصل إلى تفعيل الحساب upload document يعني أنك تقوم بإرسله من الوطائق صورة وهذا يعني إسا طبعا الحال سمعني جيدا في يقول لك أما أن ترفع له صورة خاصة بجواز صفر passport أو drive license يعني drive هو الرخصة السياقة تصويرا يجب أن تكون صورة واضحة وليس كهذه الصورة يجب أن تكون صورة واضحة من الأمام والخلف نعم أو passport نفس الشيء يجب أن يكون صحيح أو id card نعم البطاقة الوطنية يجب أن تقوم بتصويرها يعني أنت تختار واحدة منها بعدها تقوم هنا تقوم على upload الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الأمامية والصورة الخلفية رجاءا الآن كل شيء واضح كنت تريد أن تقوم بتصويرها وهو إرسال لهم بشكل مباشر تقوم هنا بالتغط على or upload with your phone يعني تدخل الهاتف وتقوم فقط بالصور والإرسال بشكل مباشر طيب الحال الصورة كما قلت يجب أن تكون واضحة لكي يتم قبولها نعم يا إخواني كل شيء يجب أن يظهر فيها الأشعة لا يجب أن تكون أوكي الآن فهمتني بعدها تقوم بالتغط على submit the comment أنا الآن أردتك الطريقة إذا وجهت أي مشكلة رجاءا ضع مشكلتك في التعليق وسأكون سعيد جدا بحل مشكلتك إذا تبعتني الفيديوهات لن يكون لديك أي مشكل كل شيء شرحته الآن فقط هذا التسجيل والتفعيل أخذ مننا هذا الوقت بعدها إرسال الوطائق سوف تنتظر ثلاث أيام بعدها سيتم تفعيل حسابك لأن هناك الكثير من الناس ترسل الوطائق wszystkie أي حساب